هالتأخير بانتخاب الرئيس هو تأخير باستمرارية الوجع الموجود عند الشعب اللبناني أنا مش مقتنع أبداً وما رح يقدروا يقنعوني أنه ما في حل لأنه ما في حل هو القبول بعدم الاهتمام بالشعب اللبناني هالسياديين وهالإصلاحيين وهالمستقلين هودين أنا أكيدة أنه بيقدروا يخلقوا حوار مع الفريق الآخر ويبلش يفتحوا حلول ما فينا نقاف فريقين وما حدا يحكي مع حدا الحل هو من خارج المجلس النيابي وما في ولا اقتصاد في العالم بيقدر يقاف عجري إذا ما في مصارف أو قطاع مصرفي الشعب عنده ثقافي أشطة الدولة في إنهيار إنهيار رح يصير تيم للأسف الكبير يعني علينا نعترف بواقع هناك إنهيار للدولة لمؤسسات الدولة لأدوار الدولة لقدرة الدولة كله هيدا كله كله كل هول سميتون أنا في حالة إنهيار وتفكك ما بيصير وحدا بيقول طايل معقول كلها الشي بس لأنه ما في رأي جمهورية ما الرئي جمهورية هو مش كل الحل أو رئيسة الجمهورية هو مش كل الحل ولكن هو رأس الدولة هو رأس الدولة. هو رأس الدولة. هو رأس الدولة. وإذا رأس الدولة غير موجود. والوزارة ووزارة تصريف أعمال بطريقة محدودة جدا. بصير فيه تضعضع بوظائف الجسم ككل. تمام بصير فيه تضعضع بالجسم ككل. ومجلس النيابي ما بيقدر يعمل شي اليوم ما بيقدر يشرع. حسب الدستور واجبه الأول هو انتخاب رئيس جمهورية أو رئيس الجمهورية. يعني وقفنا. يعني فيه شلل. فيه شلل. فيه شلل. فيه انهيار. فيه انحدار. فيه تفكك. استعمل كل هالكلمات هاي وكلها صحيحة. كلها صحيحة. ما بيصير نكفي هيك. ما كنا وصلنا نكون بنك الشرق لو ما نحن مدرسة الشرق. البداية هي المدرسة. وإذا اليوم أهملنا هذه المدرسة. وأهملنا تعليم البنات والصبيان. الفتيات والشباب. إذن رح تتراجع نسبة تكميل الثانوي. وإذا تراجعت نسبة تكميل الثانوي. سوء العمل بيتراجع. هني مربوطين ببعض. ما قلنا حق. انتو كنواب ونحن كمسؤولين. هنلي بحب يكون مسؤول. كل شخص مسؤول. إنو نتأخر بانتخابات الرئيسة. وعندما ننتخب يبدأ الحل. ترجمة نانسي قنقر.